السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و نهار جديد لانتقاط معكم بطريقة ديالي فتصيب دياليكيش انا اخدم نساهم الكوموند و اخدم جوحة كمية الكبيرة بزاف و اتشوفوا حتى بالنسبة للبنات اللي بغان يخدموهم ارى ما شاء الله هو ما فيهم الفلوس و ما فيهم اش بزاف ديال القوام بزاف و اتخسروش عليهم بزاف و تبارك الله خصكو ما يتعرفو و تصايبوهم باش يجيوكم معك مرملين و يجوزونين و الكليان ديالكم يعجبوهم رايبقوا يتلبوهم ديما بنسبة المقادر انا اخليهم لكم مكتوبين باش تديرو دكشي وهذاك و سافي هنا كما شفتو انا انا نوريكم اني طريقة باش خدمت و هاد القياس ديال كيلو ديال دقيق تيعطي تقريبا 1-34 حبا بالنسبة اللي باغي يدير الصغار رايعطيك بزاف ديال الصغار انا هادو الكبار شي شوي يعني هادو اللي كتشوفو عندي في الفيديو بالنسبة للصغار رايعطيكم حتى الشي خمسين حبا بحالك دا حيت كتكون يعني هاد الكيميا ديال كيلو كتعطينا بزاف تقدرو الدبلو الى كنتو بغي نديرو كتر او لا تنقصو الى كتو بغي نديرو قل هنا هي العجينة ستكون بحالكة مرخوفة مزيان باش كتساعدنا في الخدمة انا حيت عندي كيميا كتيرة و خصني نسر بيها ضغياء كما قد لكم هنا غنقطع العجينة بحالكة مغادر نبقى نتلقى بالدلاك و عادنا بدا نعود نقطع في المول بحالك ذيك الطريقة اللي كنعرفوها كاملين هنا كنديرو حالكة و كنحاول نديرو واحد العداد اللي انا كنت بغي نخرج وتنما كن بدا نخدو بحالكة بها الطريقة هادي كنستمر حتى كنلبسو من القلب مزيان و كنحيدو الجوانيب اللي كيكونوا شعقين همارك يجو ساهلين في الخدمة بحالكة و سافي كنتقبهم بواحد الفرشيطة و ندير فيهم كويرتات كيمو هتشوفو معايا هاد الكويرتات هادو اللي هم هدي الكابكيك كنديرهم على حسابة دك مكعجمونيش هدوك الحفيرات اللي كيجو فيهم هذه الطريقة كتجي زوينة بززف و كيجيو ساهلين حتى بتحييات ديرهم هتمن كتبعو تحييات ديرهم هاديك الانيك شيباش كتتقلوهم سواء الحماص و لا دوك الحجرات الصغار كل واحده وشنو كتتتعمل انا نعدي واحد الفول اللي شديتو كنخدم به بحالكة الكوموند من اللي كيشدو لي الفورما ديرهم كيطبو من التحسم زيان كنحيد هاد الكويرتات بها الطريقة هادي كما شفتو وصفق نبدو ما يتحمرو هنا عندي الكيمية الولى اللي خررت من فران طابت ونبدأ نستفع بحالكة في البوليستير باش يحافظوا على القرمشة ديرهم ما يبردوش وغان نعود ندخل عود ثاني كيمية اخرى اللي هي هادي انا في المجموع ديالة النهار هذا اللي خدمت في هاد الكيش خدمت شي 98 حباء في مطقة واحدة عادي في مرة واحدة من نسبة للي مولادو غان نقول لكم واحد طريقة باش تحافظوا عليهم ما يصدوا ما يوقع لهم موالو من اللي تطيبوا بهم ما توصلوهم مش فقط مسحوهم مزيان من ادك البقية اللي كتبقى فيهم ديالة الدقيق من ديالة جينا وصفي ديروهم في شي سطل نقي وخليوهم حتى تتبعوا وتخدموا بهم عود ثاني كتاخدوهم غير كتتمسحوهم وكتتخدموا بهم شي لكانت المود داني غير قصيرة غير واحد الفترة اما لكانوا هكى بحال نسك يستعملوهم مرة في العام ولا رمضان ارمضان هنا ضروري من اللي تحتاجوا ما توصلوهم هنا درت واحد الفاصل اللي عمرت بها واحد شوية ديالة جيش وانتقعت من معاكم تاية وبنسبة اللي بنات اللي بغي نديروها درتان البصلة وصدر ديالجاج ولا تقدروا ان تعودوا بلا داند درتهم شحطهم واحد شوية تنزلو وستعليهم ليزيبينة ودرت واحد شوية الملحة والبرزار الصافيات الشي اللي درت ومع واحد شوية دسيت منطبع الحال درتها من قبل سوف نحرك مزيينة سوف ننزلو هنا درت سوس بيشاميل اللي يأكل صيبة بالزبدة والدقيق والحليب إلا بغيت وتتعفو الطريقة ديالة يرى معروفة يعني قديمة كالدار ولكني لا بغيت وتتعفو الطريقة مرحبا نسمع المطبع الحال شوية ديالة جوزة إلا كانت متوفرة سهينا غنبدا نعمرها تكليمون بحلقة كهن بقندير الخالطة ديالة السوس بيشاميل اللي كان زيد عليها واحد شوية دليل فرماج ونحكوه كان على حساب الكيمياء اللي بغيت او لتقدر تخليط تطيره من الفوق وكانت عديا النتيجة ويلعجبكم محتوى ديال قناتي متنسونيش اشتركوه وتفعلو زيال شرس وش وصلكم كل جديد وشكرا لكم وسلام عليكم